السلام عليكم. الى اخبار معكم باسم سعيد قد من صفحة سؤال في المساحة والنار ده عن اتكلم عن جزئية مهمة جدا زي ما اتعودنا. طيب دلوقتي دلوقتي اه موضوع هنتكلم عن ايه بالزبط? هنتكلم عن الشبكات. شبكات الصرف الساحي بتنقسم زي ما انتم عارفين ليه فرعات ومطابق. يا اما المطابق بتبقى مطابق مدورة يا اما مطابق بتبقى مطابق مربعة. طب المطابق المدورة بيبقى فيها حزبة بسيطة كده بنعوز نشتغلها او موضوع الناس بتتلغبط فيها شوية تسألنا فيها الفترة اللي فاتت كزا مرة. فقررنا ان احنا نعمل لها فيديو مخصص لها نظرا لاهميتها كبيرة. يعني لما تشتغل مع مقاول بالذات. وتلاقي نفسك اه مضطر ان انت تحسب خرصانات او تكعب خرصانات وتشوف الدنيا بتاعتك هتمش ازاي. خلاص بتلاقي نفسك خلاص بقى مضطر انت تعرف فنيات مدنية شوية منهم دي. اه ازاي هتحسب العدل والميل. في الخرصانات وفي المقاس. يعني ازاي انا اعرف المقاس بتاعي اللي عصاب ببيقت دي ايه? دي شو جلانتك. هنبدأ دلوقتي نتكلم عن ان ده شكل المطبق. شكل المطبق عبارة ده شكل المطبق قطاع بروفايل. يعني قطاع رأسي. يعني المطبق اكين واقف كده. اه هنا زي ما احنا عارفين اه عبارة عن كلين والنحية التانية كلين ودي قاعدة خرصانية. الحتة دي من هنا لهنا ده اسمها العدل بتاعنا. طيب العدل ده عبارة عن ايه? عبارة عن فارمة بتكون مدورة. زي ما احنا عانشوف قدام هنا. فارمة بتكون مدورة ده مسقط بلان ليه. تمام? افق يعني من فوق. فارمة بتكون مدورة كذلك. وليه كلين معلوم زي ما انتم شايفين بيبقى في الاغلب تلاتين سنتي. وبتتصب عادي. طب الفارمة دي طولها ده. بتختلف بقى يعني العدل ده? العدل ده بيبقى طوله مسلا الفارمة متر وبتبدأ تتعمل على حطات. يعني حطينا حتى متر الحد هنا. جابت. طب هنحط حطة تانية الحد هنا. حطة تالتة الحد هنا حتى كذلك. اه بشكل عادي. انا بقى اعرف قد ايه اصبه من العدل ازاي? يعني دلوقتي احنا فيه اه عناصر او معلوميات سابتة عندي. ايه العناصر والمعلوميات السابتة اللي انا ما ينفعش اغير فيها? هي طول او ارتفاع المايل لان الفارمة المايلة دي بتبقى شكلها زي ما احنا هنوضح بعدين برضو بتبقى شكلها كده. ازاي ده قطاع بلان لها بتبقى فيها دائرة. الرقبة صغيرة عشان الشامبر يركب عليها وفيها الرقبة كبيرة عشان تركب على الرقبة دي بتاعت المطبع بتاعت العدل عادي. تمام? هو شكل برضك اه بروفايل لها. يبقى الحين دلوقتي انا اعرف ازاي اصبه الدقيقة دل. يعني انا عندي دول سابتين. انا دلوقتي عندي ده سطح الارض. طيب سطح الارض بتاعي حاليا هنا. اه بننزل منه ايه? بننزل منه الشامبر بتاعي. طيب الشامبر بتاعي هنا تخانته كام? فرضا ان اي بقى تخانته عشرة سنتيه زي ما احنا كاتبين. طيب تاني حاجة بعد الشامبر الرقبة. في رقبة خرصانية بتتصب هنا في الحتة دي كده. بعد اه وش المايل على طول بيقى في رقبة خرصانية. طيب الرقبة دي كام? هنفترض ان هي عشرين. يبقى حاليا في ايه? عشرة وعشرين تلاتين. والمايل نفسه طوله سابت. يعني انت ما ينفعش تجي تقول لي عصوب بنص المايل. نص المايل يبقى مش هينفع تركب تحطط عليه الرقبة. غلط. الرقبة تسقط تحت. فلازم المايل تصب كده كده لحد اخر. فبالتالي هتلاقي نفسك اه صابب المايل بطوله كامل. فالطول الكامل بتاعه كام? هتلاقي مسلا متر. يبقى عندي في حاجة سابتة او تلات حاجات سابتة نبدأ نتكلم فيهم. متر وعشرين وتلاتين. يبقى متر وتلاتين دول سابت. طيب انا لو قلت لك المطبق ده عنقه من اللوحات. آآ هنقوله من وش الارض. الحد مية المسورة تحت اللي هي وش لعدة الخرصانية زي ما انت شايف تلاتة متر. يبقى العمق الاجمالي الفول او او زي ما بيقولوا التوتال بتاعه هنا. كام تلاتة متر. طيب انا خدت منه كام سابت? متر وتلاتين. فالمتر وتلاتين دلوقتي سابت اتبقى لكام متر وسبعين. طب احنا قلنا المتر العدل كده كده الفرما العدلة دي المدورة اللي هي كده دي بتبقى عدلة طولها متر. طب ايه متر وسبعين دي عصبها ازاي? هتحط الفرما. وتسنترة بالزبط على سنتر المانول على الاعدة وبعد كده تصب المتر. طب جيت تصب وقفت المتر هتعمل ايه? هيحيطه حطة تانية. الفرما هتتفك بتتفك بمسامير هي. لو جبت لو فيه سرعة بقى بين لكم فيها بعدين في شغل الصرف ان شرح ما في لكن النهاردة عرض سريع عشان يتم الاجابة على السؤال خصوصا انه تسأل بشكل متكرر. يبقى دلوقتي عندنا المتر اه نفكنا الفرما بالمسامير بعد كده حطتناها حطة تانية. طب الحطة التانية هتتصب المتر برضو? لأ. لان انت صبت متر من المتر وسبعين اتبقى لك كام? سبعين سنتي. السبعين سنتي دول يبقى انت حضرتك هتعلم في الفرما على وش الفرما كده هتمسك متر شريط وتسقط المتر جوه الفرما. تقيم كام? تلاتين. وتقوم جاي معلم. طيب التلاتين وتقوم جاي معلم ما فيش اي مشكلة يبقى تقول له دلوقتي هصب الحد هنا. يبقى تصب الفرما الحد هنا. ليه? عشان لما تيجي تركب العدل تصب العدل. تصب الماء العفوا وتصب الرقبة وتحط الشامبر توصل لحد الفنش او اللي انت هتفنش عليه مع الطرق. يعني المطبق بتاعك لو انت ملتزمتش من هنا هيبقى في الطرق عالي يا ايه مواطي وده هيبقى خاطئ. يبقى الحيتة ريح حيتة مهمة. تمام? عرفنا دلوقتي ازاي بقى آآ جبنا بنجيب العمق ده. نرجع تاني برضو عشان لو في حد تهيت منه في السريع. عندنا السابت وعندنا متغير. العيد المتغير دايما. ايا ان يكون العيد البقى. انا عندي دلوقتي هنا العمق الاجمالي تلاتة متر. عندي السابت فيه المايل تلاتة عناصر. تلاتة عناصر دمان في كل منهول. شامبر رقبة خرصانية ومايل. شامبر ورقبة المايل هنا في المسال مجموعهم متر وتلاتين. من التلاتة متر اتبقى لنا متر وسبعين. ده اللي هيتصب في المايل المتر وسبعين. طيب المايل طوله كام طوله متر. يبقى انا عصب متر. واجه في الحطة التانية اعلم تلاتين. واقول له صب لحد العلامة. يبقى حط المتر جوه الفرمة. واقول له علم هنا بالتباشير. وفي كذلك اوزع علامات على الفرمة كلها. واب من جوة. واقول له وصل خرصانتك لحد هنا. حيوصل خرصانتك لحد هنا. حيفك العدل. هتلاقي نفسك حطة المايل والرقبة والشامبر وصلت لحد الفينيش بتاعك. ده بالنسبة للجزئة الاولى. اه بالنسبة للجزئية التانية. اه انا بقى عايز اكعب. يعني حاليا كده. اه عايز احسب خرصانة. الراجل ما اول بتاعي قال لي دلوقتي يا باشواندس او يا فلان احنا عايزين نكعب الخرصانة بتاعتي. طب الخرصانة دلوقتي ابدأ اكعبها ازاي? الموضوع بيبقى بسيط جدا. انا دلوقتي عندي زي ما انتم شايفين الفرمة بشكل مدور. طب الفرمة هنا بشكل مدور ما فياش اي مشكلة. ده مسقط بلان وده مسقط بروفايل. طيب مسقط البلان بتاعي هنا. زي ما انتم شايفين دايرة زغيرة وفي دايرة كبيرة. طيب الدايرة الكبيرة بتاعتي. انا عشان اجيب مساحة القطاع ده بقى مساحة الكلين او الحيطة بتاعة المطبع اللي هي دي في البروفايل. تمام? دي اهي. حطة المطبع اللي هي هي دي. يبقى دلوقتي عشان اجيب مساحة الحطة دي اعمل ايه? اجيب مساحة الدايرة الكبيرة. ناقص مساحة الدايرة الزغيرة. هيديني المساحة دي. ده شكل طبيعي. تمام? كذلك الحال هنا زي ما انتم شايفين. عشان نجيب بعد كده الحجم هنضرب مساحة القطاع ده في الارتفاع. طب تعالوا نوضح الموضوع بشكل ايصر شوية. يعني احنا كنا حاسبين الحزبة. حزبة جاهزة عشان تبدأوا تتعاملوا فيها ما فيهاش اي مشكلة. يبقى حاليا كده احنا عندنا اهو. خلي الموضوع واضح شوية ايوة كده. تمام. انا دلوقتي عندي اه زي ما انتم شايفين الحتة دي. طيب الدايرة الكبيرة دي. عايزين نجيب مساحة انا نجيب مساحة ازاي? هينها? تكعيب خرصانة المنهول. طب تكعيب خرصانة المنهول بتاع حضرتك. اهو. عشان تبقى الامور اوضح معك اكتر. يبقى تكعيب بتاع خرصانة المنهول. تكعيب العدل. طيب العدل بتاع اللي هو ده الجزء اللي فوق. طيب اللي هو المدور هنا بمسكة بلان من فوق وهنا مسكة رأسي. عشان اوضح لك الشكل. مسكة رأسي عشان اللي عمك بتاعه متر سبعين مسلا. اللي احنا لسه الإلكه في الورقة اللي فاتت. والااا القطر بتاعه. القطر بتاع اللي احنا ما اشارناش اللي هنا القطر بتاع او بتاع الخارجي ستين والقطرة الداخلي اه عفوا النص القطر ستين الخارجي ونص القطر الداخلي تلاتين. يبقى الكلم بتاعك كام مساحته او هنقوله سمكته بتاعته تلاتين سنتي. يبقى تاقيب العيدة لحضرتك بساوي مساحت اول خطوة خالص هتبقى مساحة الدائرة الكبرى. طيب مساحة الدائرة ايه? التهنق تربيع. يبقى تلاتة واربعتاشر من مية فيه ستين. عشان اجيب مساحة الدائرة كبيرة. هيطلع معانا متر متر وتلاتة اشغر من مية. تاني خطوة على طول مساحة الدائرة الصغرى. طيب مساحة الدائرة الصغرى. اللي هي نص كترها كام? تلاتين. يبقى تلتة واربعتاشر من مية في تلاتين. هيدين اتن ما اه متين تلاتة وتمانين من الف. عندنا هنا مساحة القطاع بقى احنا بقولنا. مساحة القطاع هتبقى ايه? هتبقى طارح. المساحة كبيرة. ناقص المساحة الزغيرة. نطرح كبيرة ناقص الزغيرة اللي هي الواحد تلاتاشر من مية ناقص ايه الاتين تلاتة وتمانين من الف بتساوي تمنمية سبعة واربعين من الف. هتقول لي هنا العلامات والارقام الكتير بعد العلامة هقول لك لازم تكتب الارقام دي لانها هتفرق معك في التكعيب الاجمالي بعد كده لو انت بتحسب كميات. تمام? يبقى لازم نكتب الارقام بتاعتنا. حجم القطاع بقى هنا. احنا جبنا مساحة الكلين. مش جبنا مساحة ده. طرح الكبيرة ناس الصغيرة. ده مساحة الكلين. يبقى بعد ما جبنا مساحة الكلين عايزين نكعب بقى. ده مساحة بالمتر المربع. عايزة حاولها المتر مكعب عامل ايه? هضرب في الارتفاع. واحد وسبعة من عشرة. يبقى دلوقتي عندي الناتج مساحة الكلين في واحد وسبعة من عشرة طلع معنا تكعيب متر اربعة واربعين مكعب. طيب متر اربعة واربعين مكعب ده بالنسبة للعدل. وده خلصنا منه ما فيوش اي مشكلة. الميل وضعه ايه بقى? يعني انا عشان اقول لك دلوقتي الميل خليكوا بارس تفاكرين الرقم ده انا هتنالكم الورقة من هنا. عشان يبقى الرقم واضح معنا. تمام? بعد كده جينا للميل. طب الميل بتاعنا دلوقتي وضعه ايه? انا دلوقتي زي ما انتم شايفين هنا مسقط طب مسقط البلان بتاعي. اه من فوق عندنا دايرة صغيرة بتاعة الرقبة ودايرة كبيرة بتاعة الكلين اللي هي بتركب دي على دي. فدي بيركب على دي شبه ما احنا قلنا في في الرسمة الاول لان ايه? اهي. دي دايرة كبيرة لازم تبقى موجودة عشان بتركب على العيدل بتاع الكلين. والتاني بيركب عليها الشمبر. يبقى لازم زي ما احنا قلنا المطبق الميل اللي تصب كله. طيب دلوقتي انا هنا عشان اجيب مساحة القطاع. هلان اينفع اجيب مساحة القطاع وضربه في الارتفاع بشكل مباشر? لا ليه? لا. ليه بقى لا? عشان انا عندي قطعين. عندي قطاع فوق. وقطاع تحت اللي هو المنقط اللي هو الخط اللي من الظاهر ده. اي حاجة من قطع اللوحات تعرفوا ان هو خط من الظاهر. خط وهمي. يبقى المساحة بتاعت القطاع اللي تحت. والمساحة بتاعت القطاع اللي فوق غير بعض. طب انا اعمل ايه? يبقى لازم اجيب المساحة دي بنفس الطريقة اللي احنا لسا جابين بها. طرح مساحة الدايرة الكبيرة ناقص الدايرة الزغيرة. هيطلع لها مساحة الكلين ده. بعد كده هعمل نفس الحركة دي. اه دي اللي احنا عملناها قبل كده اللي هو ده. مية اربعة واربعين. اللي هو طرح مساحة الدايرة الكبيرة هي. ناقص الدايرة الزغيرة. اتبقلنا الكلين. طيب هعمل ايه من دول? هجيب متوسط المساحة ما بينهم. هجمعهم وقسمهم على الاتنين. بعدنا مساحة متوسطة. هعرف من خلالها بعد كده اننا اضرب في الارتفاع واجيب تكعيب الميل. زي ما احنا هنشوف دلوقتي. يبقى حاليا كده. نرفع كده شوية. ايوة. تمام. يبقى انا حاليا دلوقتي عندي مساحة القطاع الاكبر. مساحة القطاع الاكبر اللي هو اللي احنا نقطينه ده. ده جبناه قبل كده اللي هو مية اربعة واربعين. اهو. سانية واحدة. اه عفوا مساحة مش مش تكعيب. يبقى المساحة اللي احنا جبناه قبل كده. اهو. مية اهو. فين هو? تمنمية سبعة واربعين من الف. هو ده. تمنمية سبعة واربعين من الف. اللي هو مساحة القطاع. انا مش عاية تكعيب خلاص التكعيب ده كان له اه ده. يبقى المال دلوقتي المساحة بتاعة القطاع اللي هو اللي ده. اللي احنا آآ هنجيب من المطوص بتاعه هو التاني اهو. تمنمية سبعة وربعين. طب التمنمية سبعة وربعين دلوقتي حضرتك. التاني حاجة عايزين ايه? عايزين مساحة الدائرة الصغرى. لو القطاع الزغير بقى. هنبدأ نحسن مساحة القطاع الزغير. جبنا مساحة الدائرة الصغرى اللي جوه. نفس الحكاية برضو. اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية في نص القطر اللي هو عشرين. تمام? آآ بيساوي الرقم ده زي ما هو مية ستة وعشرين من الف متر مربع. بعد كم مساحة الدايرة الكبيرة هي بتاعة الرقبة اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية في خمسين بيساوي سبعمية خمسة وتمانين من الف متر مربع. طيب مساحة القطاع بقى طرح المساحتين دول من بعد مساحة الدرج كبيرة هنكرر برضو. ناقص مساحة الدايرة الزغيرة. يبقى عندنا دلوقتي مساحة القطاع ستمية تسعة وخمسين من الف مربع. دي اتنين. دي كتواحد. متوسط مساحة القطاعين احنا نعمل ايه? هناخد مساحة القطاع الزغير ده اللي احنا عملناه. جبناه مساحة القطاع الزغيرة هو. الي هو دي. ناقص آآ آآ اصدي عفوا. زايد مساحة القطاع الكبير على الاتنين عشان نجيب متوسط مساحة للقطاعين. نعرف نضرب في الارتفاع تاني. يبقى تاني. جبنا احنا مساحة القطاع الاكبر فوق. جبناه مرة واحدة في المايل. هنا. في العيد الاقصد. هنا هو. العيد البتاعنا. بعد كده جبنا مساحة ده. وبعد كده جمعنا مساحة ده. وده. واسمناهم على الاتنين زي ما احنا شايفين. عشان نجيب متوسط. المتوسط ده بقى عندنا ايه? موجودة اوه. مفوش اي مشكلة. هنبدأ بعد كده نضرب في الارتفاع بتاع المايل هنا اللي هو واحد متر. يبقى دلوقتي انا عملت كل ده ليه? عشان اجيب متوسط مساحة القطاعين دول. عشان اعرف اضرب في الارتفاع بشكل مباشر الدنيا التكعيب. يبقى دلوقتي جبت زي ما انا عملت هنا اتطلع النات الكام? سبعمية تلاتة وخمسين من الف متر مكعب. هتقول ليه هو الارقام دي فعلي يعني ارقام صغيرة اوية يعني كلها اقل من واحد متر وموضوعها جريب اوي اه كلها فعليا كده. لان انت ماشي بتلاتين سنتي على داير في ارتفاع. فمش يعني هتلاقي فرد معاك كتير المتر مكعب في الحالات دي بيفرد كتير جدا. مش اللي هو متر مكعب. متر مكعب على فكرة لعشان التخيل بس متر في متر في متر يعني متر مكعب حجمه. واحد متر مكعب ده كبير. بيفرد معاك في موضوع المناهيل ده كبير كتير جدا يعني. اه هنا عندنا حجم بقى المنهول كامل. هنفدأ بقى. نجيب اللي اللي وراء. او حجم المنهول كامل هنجيب حجم العدل زائد حجم المايل. هنجمع الاتنين حجم العدل مية واحد اربعة واربعين من مية زائد حجم المايل سبعة اه خمسة تلاتة علامة. بيساوي اتنين تسعتاشر متر مكعب. يبقى انت في الحالة دي عملت ايه حضرتك? حسبت المطبق كله. حسبت الصبة بتاعتي اللي هي من هنا. كده. الكلين كله لحد فوق. داير ما يدور. طيب. الاعدال خلصانية ما حسبتاش لسه. امرها بسيط جدا. انا ما تكلمناش عليها عشان هي موضوعها بسيط خالص. هتضرب طول في ارتفاع. يبقى الاعدال الخلصانية بتاع التحرك اللي هي هنا هي? طول. طول اهو. في عرض المفروض. اللي هي بشكل سورة العبادة تخيلها معا كده. طول في عرض اهو. في الارتفاع بتاعي. يبقى دلوقتي طول في ارتفاع جبت تكعيب الاعدال بالمرة يبقى انت كده عندك تكعيب ده وتكعيب ده هتعرف تشتغل. طيب احنا ننوح على انا جزئية يعني انت حضرتك دلوقتي لازم تكون فاكر انا جزئية او لازم تكون حاط في دماغك انا جزئية. اكون حاطت في دماغي الجزئية دي. دي اللي احنا هنبدأ نركز عليه بعده في شغلنا. وان شاء الله الرحمن برضو في الدورات العملية هنبقى نعمل الموضوع ده بشكل مباشر بحيس ان الطالب يطلع من تحت ايدينا بازن الرحمن عنده يعني هنقول له مش تخيل بقى عنده ان هو يشتغل على طول ويجمد قلبه. يبقى هنا لازم تحقق دايما الوش ده مع وش الارض. تمام? اه اظن كده انتهينا من حلقة النهاردة. اه سبحانك اللهم وبحمدك نشتغل الاهلانتنا استغفرك وانتوبوا لايك. ما تنساش اللايك. والشير عشان المحتوى يوصل. اه معكم في اي سؤال هنا على يوتيوب او مجموعات الواتساب بس بلكم اللينكات ان شاء الرحمن او رسالة الصفحة على الفيسبوك او التليجرام وكذلك للانستجرام. السلام عليكم.